وليعلم هؤلاء المتطرفون أن ذلك الزمن قد ولّى إلى غير رجعة وأن مؤسسات الدولة الراسخة لن تسمح بأي حال من الأحوال بعودة هؤلاء المغامرين الذين كادوا أن يدفعوا بالبلاد إلى الهاوية وأن يتسببوا في إنهيار أركان الدولة الوطنية التي ضحى من أجلها الملايين من شهداء الأبرار وليعلم كذلك أن الشعب الجزائري الذي إنكوا بالنار الإرهاب الهمجي وعانى الويلات من العنف الأعمى لن يسمح لهم بخداعه مرة أخرى لأنه أصبح أكثر وعي وإدراك لأسالبهم الخبيثة التي تستغل تعلق الجزائريين بدينهم الحنيف لتحقيق أغراض سياسياوية مشبوهة تندرج دون شك في إطار مشاريع تخريبية وأجندات أجنبية معادية ولأجل ذلك فإن محاربة التطرف بشتى أنواعه ينبغي أن يشمل جميع المستويات وأن يشارك فيه كافة الفاعلين على الساحة الوطنية والأكيد أن هذا الجهد يبدأ من الخلية الأساسية للمجتمع المتمثلة في الأسرة فضلاً عن المدرسة التي هي مطالبة بتلقين ناشئ تربية مدنية صحيحة أساسها غرس قيم المواطنة والتذكير بوجبات المواطن تجاه وطنه ومجتمعه مواطن قادر على التكيف ورفع التحديات ومتطلبات القرن الواحد وعشرين مواطن فخور ومعتز بجزائريته ونحن على يقين تام أن هذا الخروج إلى العلن بعدما كان يجري في السر وفي فضاء مغلق إنما جاء بإعاز من دوائر التخريب المعادية التي عودتنا بمثل هذه التحركات المريبة كلما لاحظوا أن الجزائر قد استرجعت في وقت وجيز دورها كفاعل محور على الساحة الإقليمية والدولية وإننا ورغم ذلك متيقنون أننا سنتمكن بفضل وعي وحدة شعبنا الأبي وتلاحمه مع جيشه ومؤسساته من إفشال كافة هذه المشاريع التخريبية والموضي قدما نحو ترسيخ مكانة بلادنا بين الأمم